صباح الخير أو مساء الخير يا برج التور في القراءة العطفية خلينا ندخل على طول على القراءة العطفية وأسفل التأخير طاقتك حلو يا برج التور وكارتك طالع يعني ده انت في طاقتك انت في الطاقة بتاعتك اعتقد ان في حد قديم رجعلك وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك او هيرجع بهذا الشخص مرة تانية ودهيرفنت انت في الطاقة بتاعتك طاقة برج التور طاقة انك مبسوط وشاعر بالرضا انت شاعر بالرضا حاليا وشاعر بان انت بتحبه قوي يعني بتحبه قوي وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا لان ده كارتك يطلع بالتواصل لما انت بتشعر بان مثلا الحياة تحكتلك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك لانك بينكو ذكريات كتير قوي وبينكو علاقة متينة يعني مش اي علاقة ممكن تكونوا متزوجين مثلا ممكن تكونوا متزوجين طيب خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك ايه وشايفك ازاي وحالته ايه دلوقتي حالا طيب برج التور هذا الشريك عايز يقدم لك يعني هدية كده او شيء من مثلا ممكن تكونوا انت لسه راجعين مع بعض فهو عايز يقدم لك شيء يثبت بيه حسن نياته مثلا عايز اتأكد من حاجه عشان ما اظلموش مثلا مش هظلمو يعني او لا ده او لا ده ده عايز عايز يقول لك وحشتني و تعالقي عايز يهزر معاك ويدحك ويرجع الجو اللطيف اللي كما بينكو في اول العلاقة خالص لكنك اول مرة تتعرف عليه كده وبصص لقدام اهو وهو تقريبا عايز يعمل ايه لان ذكرت برضه هو عايز مثلا بتتكلموش في الماضي كتير يعنى مثلا ممكن تكونوا انت بتتكلمو ثم صارت شيء حصلت في الماضي ما بينكو ولك بالاشبقى اوه سنك من الماضي تعالى ادعى نهزر تعالى ادحك تعالى ادكلم مع بعض اباحب الكلم معي عايز كما انا بقول لكم فيه تواصل ما بينك ااا قوي يعنى انت بتحبوا الكلام مع بعض انتو بتتكلم مع بعض حلوى اوова فهو بيحب ادكلم معاك حسنا نهزر Grup transmah comma معك الكلام يعني وحشه قوي وحشه قوي جو الهزار والضحك اللي كان ما بينكم فهذا الشخص عايز يبص لقدام بقى يعني يقول لك تعال بقى سيب بقى اللي ورا بص وبص معايا لقدام كده تعال بص لقدام كده تعال نخرج تعال نتفسح تعال اجيب لك هدية هو عايز يجيب لك هدية على فكرة وحاجة كده حلوة يرضيك يعني ده يجيب لك الكوباية والبنتكالس يعني يجيب لك الحكتين يعني انت عايز ايه يجيبهو لك اللي انت عايز يجيبهو لك بس هي مشاعره حلوة قوي يعني مشاعره حلوة هي ساي بيج اف باكابسل بس عشان ممكن تكون متخصمين او حاجة فهو عايز يدردش معاك او كده ولو انتو مفيش خصام او اي حاجة ما بينكو فهو عايز عايز يديك هدية او هو مستلطفق قوي مناتو مفيش خصام والحاجة فيها علاقه مستقرة هو مستلطفق قوي يعني مستلطفق وشايفك حد لزوز وجميله وبالدحك والحاجات دي يعني ايه لاكن هو شايفك ايه شايفك انه ممكن يكون ببنكو فعلا الخصام ولسته رجعين وهو عايزك ترجع زي زمان الشخص الأمور اللي كان بيضحك ويهزر معه ليه بقى لأنه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي تحرم عمال تعيد في الزكريات بتاعت زمان قوي يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد اه انت زي ما تكون هو انت رجعته وكده او انت في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب او ما بقتش زي زمان هو عايز يفرفشك اه عايز يفرفشك عايز خرجك في فرفشك ويش هيفك زعلان انت زعلان من حاجة يا برجتور انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغلة او في الدراسة مثلا وهو عايز يعمل اي حاجة يخليك ترجع زي زمان الامور اللي كان بيتحك معه يهزر اللي هو كان بيحبه وهو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي اللي كان بتتحك وتهزر وعمل ايه بتاع فهو شايفك بقيت منعازل قوي عنه انت زي ما تكون عندك مثلا ايه اه انت عملت صده ليه يا برج الترور انت بتصده انت عملت وقل له كلام جميد قوي استنى بقى انا كده فهمت انت رجعته البعض او او عموما يعني في العلاقة وهو لما يرجع كلمك تاني هو داخل داخلت عملي ايه ووحشني وكده وانت بتقول له وحشني ايه انت قلبت على عم ضياء من الاخر لو اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء هنا مش عارفة ليه انت عملت وقل له استنى بقى انا حزبك انت وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنى وبقى لك شهرين كذا فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي بقيت شخص قاسي يا برج الترور اسيت عليه يعني هو شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش بقيتش دمك خفيف مبقيتش توزر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقول له انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا تغيرت ومش هسقط لك تانى وبتاع وكده بس انت فرحان برجوعه ما تنكرش بقى انت فرحان برجوعه وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل مرة هتسيبني وتمشي ممكن يكون الشخص ده من نوع اللي هو انا حاسه اصل كل كروتو البيج او البيج حاسه شخص طفولي شوية في مشاعره يعني لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالضبط هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبير لو انت متحير من هذا الشخص اوكي وانفكره انه هو بيتسلى بيك مثلا عشان ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا هو كده يكلمك مرة في الشهر يسلم عليك مرة وبعدين يجي لك بعد الشهر اللي بيخروض معك يوم يومين ثلاثة وبعدين يروح قاطع وبعدين نجع تاني هذا الشخص بص البيج والبيج هذا الشخص المشاعره كده هو ما بيعرفش يدي اللي كده ما بيعرفش يهتم الى اهتمام صغير يتكلم مرة يتكلم مرتين هو كده دي حياته حتى مطلق البيج اوف كبس برضو مش البيج اوف كبس هو كده ما بيعرفش يعمل الى كده في مشاعره هو كده متوحد في مشاعره متخلف ياسيدي في مشاعره بس بيحبك هذا الشخص بيحبك ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة انت ممكن تكون بتدينه مشاعر كبيرة قوي ولكن هم بص فتافيت فتافيت انت تسأل عليه كل يوم هم يسألش عليه غير مرة مرتين هو كده وهذا الشخص كده ممكن تكون بتتعمل محد جوزاء برضو ممكن لان انا شايفه برضو البنت كلسانة فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص وعزراء وحوت او سرطان او عقرب برج مئي وطور برضو عندنا عندنا طور برضو طيب زي ما قلتلك وما شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي وبقيت تدور وراه وبتاعه ولا او انت مكان الانتونيش مبارح وانت 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 طيب اهو ايه في حياته دلوقتي هو مصقر على فكرة هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر مستقل عاطفيا يعني هو الحب مهم عنده وبيحبك وعايزك بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده او يحب دايما يبقى مستقل عاطفيا ما بيحبش حد مش عارفة جبالك ازاي برج التور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفزح وخروجاته وكده وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضه بس ما بيعبرلوش عن المشاعر بس الاخر بس كده هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيرة قبل هو كده و جيت نظره بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول زي الفول وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا حاجة من النمط ده طيب هو نقييته معاك ايه هو نقييته وصالحك بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عاملوا الوش ده بصراحة يعني ومش مستحمل فكرة ان انت متعذب كده وقاعد وحطت ايدك على وشك وبتعلى اهو عايز يشوفك كده في اهو متعود من الاخر كده برج التور ممكن تكون انت اللي عاودته انت عاودته على كده من الاخر بص بقى انت عاودته انت اللي تديله أنت اللي تهتم انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه هو تعود عادي بقى مع الحياة عودت ان انت اللي بتقدمه للكوباية. انت اللي بتروح له. انت اللي بتكلمه. انت اللي بتهتم. هو الشخص ده بيهتم اه. دس اهتمامه بالنسبة لك ما يجيش حاجة. هو كده. عانتي بقى مع الحياة كلها كده يعني. لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص. مش مش كله. سيبه وامشي. لكن هو بيحبك. بيحبك. وشايف ان انت الشخص المناسب باصل. انت شايف ان انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص. ده 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 رفيق روح يعني. توقع مش شوالك كاي. بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده. هو بيحب اهتمامك. على فكرة يا جماعة بما ان في تجارب شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا. فانا لقي صديقة بنفس النمض ده. ولما تقلت له انت بتهتم بيا نص اهتمام ومش عارف اقيد كده. قال لها انا يعني بحب اهتمامك. ممكن يكون ما بديش اهتمامك. لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن. هذا الشخص. وبيجي عبر بيعبر بالهدايا. يعبر بالخروجات. بالزبط. عبر بالفصح. اه لكن كلامه واهتمامه ازاي كده. لا ما بيعرفش هو يامر الليلة دي. خالص. هو يديك 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 بص خدي 75 جنيه روح اتليك بهم دي. قالوا انت عجيب لها دي اف الفالنتاني قالوا انه اديها 13 جنيه تشوف بقى تتنيب جيب اللي هي عايزة. فهذا الشخص يدي كوبايا. يدي هدية. يخرج. يروح ايوادي سانمة. اه يجيب لك حاجة انت عايزها بتنوت فيها. لكن كلام حبه واشعاره كده لا. هو عملي قوي. ومستقل هذا الشخص مستقل في عوطفه وفي مشاعره وفي كل حاجة. وانت بقى يعني انفكروا ما بيحبكش. عملت يقول له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا. هو بيحبك. بيحبك ولما بتبعد عنه ما بتتقبلش الفترة دي خالص. لا اتبعدي فين او هتبعد فين. طيب هو ناوي على ايه الخطوة اللي ياخدها. هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي. لا بص بقى هو ناوي. انا مش قلت لك هذا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا. هو ناوي يجيب لك حاجة. خلاص كده? هل لي بقى هو ناوي يعمل اللي انت عايزه. شوف بقى انت كنت طالب من هذا الشخص ايه? هو يعمله لك. يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك الهتمام. والله هيتمني بك وهوريك. هو الشخص ده عملي قوي 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 يعني. وشخص ما بيحبش الكلام. يعني انت عايز ان انا هتمي بيك. خلاص يا سيدي هتمي بيك. ما قلتلكه في اول اللي تقريبا قلتلك انت ولا مين? مش عارف. مش عارف قلت القراءة دي ولا ايه? الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير. ممكن نكون ايه اللي بيحب الطرف التاني ونعمله. فهو شايفك ان انت عملته قوله لو سمحت اهتم. لو سمحت وازن. لو سمحت اللي بيتدهولك تدهوني. هو يعمل لك اللي انت عايزه. بس ما تماشيش. تباعدش. انا بحبك لو سمحت. انا بحبك ما تماشيش. شوف انت عايز ايه وهو انا اعملهولك. لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه چوية برج التون ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده لأ. لا ما تعملش كده. افريد هو عنده شغل عنده اولويات ايه. ما عارف بالنصة تقول لك ما فاتح هو دالوقتي هو مكدخلش اتكلمني. مش يازم يكون فاتح بيكلم بتنيتهي يعني. اللي ممكن يكون بيكلم بنت فعلا. مس مش مشكلة مش مشكلة يا جماعة نبص للجنب للجنب بيتعرف على الناس لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت وهو ناوي ان هو يثبت لك ممكن يثبت لك بان يجي يخطبك او يرى فتحة مع اهلك او يثبت لك بانك مثلا يقول لك ايه انا خلاص مثلا حددت للسنة الجاية اجي يخطبك مثلا يقول لك كده لان هو عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منعن هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة ممكن تكون انت مطلبة بانه يجي يخطبك او نرسم العلاقة بقى عشان انا ازهقت مثلا او تعالى اخطبني دلوقتي مثلا فهو هيعمل اللي انت عايزها او اللي انت عايزه لو ولد طبعا فهي هتهتم بيك هتهتم بيك يا لانها مش هدين فقط يجي تخطبك طب النصاحة بتقول لك ايه النصاحة بتقول لك بطل بقى لف ودوران ماشي بطل لف ودوران والشخص ده توقم روحك وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فهو حب معك بيحبك 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 برج الكوس وبرج الجوزات بتعامل مع الاتنين بيحبك قوي 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 وازبر عليه شوية برج التوري والنصاحة بتقول لك صالحه بقى ما تبقاش ما تبقاش البرج العزراء ما تبقاش كده هتبقى كده هيمشي هيمشي ويا زال هو بيبقى كده لما انت بتصده لكن هو بيحبك بس هو طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش بس كده ده اللي قدر قوله لك ده اللي انا استنتجته من هذا الشخص لانه كل شيء بتقاله بيش 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 بتقاله حاجة صغيرة لكن ده توقم روحك ده بيحبك قوي وانت كمان بتحبه على فكرة انتو نفس مقدار الحب بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيظهر لك وده تقرأة حلوة بصياحة البرج التورو عجبتني جدا مش بقولك انت فاتقتك انت فرحانة قوي فرحانة قوي برجوة زالشخص انت تحبه قوي قوي وبتحب كمان تديه له عطاء بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا بالضبط كب بتحب تتكلم معه هو بيحبك على فكرة وانه يجب لك كده طب يا برج التور يا ربك وين اللي اقرأ عجبتكم شكرا